انا بصراحة انا بش عاوز اسأل على قد منهما مستمع ومستمع مستمتع وانا بسمع الكلام ده واكيد السادة السادة المشاهدين بسمعه كلام لأول مرة بتسمعه انت حرام كنت بتزيع بتلخص الدور العام لاثناشر مباراة في خمس دقايق ومصر كلها نعم ست مباراة ست مباراة ايه وبتبقى مع ست مباراة في اتنين باثناشر يعني وكان يوم الجمعة تتلعب خمس ماتشات ويوم لحد كان يتلعبه ماتشين ماتشين كنت بتقعدنا جنب الراديو وفي نفس الوقت كنا بنحس ان احنا زي ما بقول لحضرتك ان احنا وانحنا بنسمع انا عايز انا فاهم انت عايز تقوليه ماهنا لو قلت لك النتيجة من الاول خلاص انت سبتني لا انا باختك معي لغاية الاخر بتسيب الاهل والزماء انا كل اللي بقوله بخمس دقايق لو قلت لك اقيمت اليوم مباراة الاهلي مع السواحد مثلا وانا معي وانتهت النتيجة الكلس خلاص نعم انما انا لا انا باختك ودي لك فكرة عن المباراة والناس اللي كنت موجودهم فيين في الاخر لنا بقولك النتيجة لانت بتخللنا الاهلي والزمالك اخر ما تشت اه طبعا انا عارف ان كل الناس تترقب هذه المباراة اه سواء الاهلي او الزمالك عشان كده بتخلي احل بيها في الاخر طيب احنا لما احنا بنتكلم كده وبنقول انت بتوصف المباراة دي كلها في خمس دقايق ستة مباراة دلوقتي المباراة بتتوصف اربع ساعات وخمس ساعات وما بتطلعش هنا بحاجة يا قدرتكم يا مصطفى نعم يا قدرتكم لا قدرتنا احنا ما بنطلع ما بنستفدش حاجة خالة يعني انا يعني او يعذرتهم وهم عادين بيتكلموا يعني انا ما اعرفش يعني انا مش عايز يعني اه اكلم كتير في الموضوع ده يعني اه كون انه تبقى في مائدة تستمر بالساعة والساعة والاثنين عرشان والله لو كان لعب كورة بالشكل ده كانت دخلت كله لا كتير اوي كتير اوي لا لا ما احترام الشديد لهذه البرامج ولمقدميها ولضيوفها وكل حاجة يا انت مش مبسوط لا كتير اوي كتير اه موسيقى